السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد إن شاء الله سنتكلم فيه مع المرأة وليش المرأة بالذات تحديدا راح نحكي وراح نعرف من خلال الفيديو لكن حتى لا يضيع عمرك كثير من النساء وموجودة دائما وأعتقد موضوع لا يخفى على الجميع بتقول لك عمري ضاع مني وكثيرا ما ترى نساء أموات لكنهم يأكلون ويشربون ويمشون ويربون ومتزوجون ويزورون ويتكلمون ويغتابون وينمون لكنها ميتة ميتة بمعنى أنه ما عاد فيها عندها روح فاليوم حديثنا للمرأة لماذا تشعر المرأة بأن حياتها انتهت في وقت مبكر لماذا تستصعب المرأة التغيير لماذا ترى دائما أنه لا يمكن تتغير الوضع هل الموضوع موضوع تفكير عام هل الموضوع موضوع مجتمع بالكامل والله هو موضوع متعلق بالشخص نفسه نسأل حالنا دائما سؤال فلسفي إذا كان الله عادلا دعني نحكي بعقل إذا كان الله عادلا فكيف له أن يكون عادلا إذا كان نحنا ظروفنا صعبة يعني كيف أنا مثلا ظروفي صعبة ومجتمع شرقي ومش عارف إيش وكل هالكلام وبعدين أنا حزين وحزينة ورح أموت وأنا حزينة وبعدين ربنا بدي يجي حاسبني على إيش بدي يحاسبني؟ منظروفي صعبة لذلك أنا بقول موضوع المعتقدات الدفينة اللي موجودة فينا مهمة معظم الناس تقول أن الله عادل لكن تفعل أن الله ظالم والعياذ بالله لكن اليوم لن نتكلم بهالموضوع ولا نأخذه للشق الديني لأنه مش شغلتي أنا سأتكلم بموضوع نفسي أكبر مشكلة عند المرأة وعند الرجل لكن عند المرأة هي طريقة التفكير وأنا هون ما راح أحكي طريقة التفكير بشكل عام أنا راح أحكي مصطلحات علمية فيه ناس بتفكر بالتغيير أنه أنا بدأ أغير حياتي منسميه نوع من أنواع التفكير منسميه التغيير الدرامي دراماتيك وي أوف تينكينج يعني بدهم التغيير يجي في كل شيء مرة وحدة يعني بدأ تصحى الصبح تلاقي جوزها صار ملاك بدأ تصحى الصبح تلاقي ولادها أحسن ولاد في الدنيا وأنجح ولاد في الدنيا بدأ تستيقظ مرة هيك في الصباح وتحس إن وزنها نزل 40 20 30 50 كيلو ما بعرف أيا كان هذا النوع من أنواع التفكير مدمر محطم وهو يعني أنا لا أريد أن أعطي رقم لكنه الأشمل والأكتر شيوعا وهناك نوع آخر من التغيير يسمى التغيير التدريجي طريقة التفكير التدريجية في التغيير اللي هو بيحكي لك وأنا نصيحة اسمعوها مني أقولكم لا تدعو لي إن شاء الله المنفع اللي بتجيكم بجيني الأجر مباشرة ما بدي حدا يدعي لي غير شغلة بسيطة أختي الكريمة غيري أتفه شيء ممكن في حياتك أتفه تغيير ممكن في حياتك جار بيها عندنا ناس أخذت الدكتوراه من وراها التغيير تغيير صغير في حياتها اليوم أنا تلقيت من إحدى السيدات اللي معاي في مدرسة الحياة إنها حصلت على رسالة الدكتوراه هذه السيدة كانت تعاني لفترة طويلة قدمت على رسالة الدكتوراه مش عارفة تقدمها بتقولك مش قادرة أقدم خلص مش بديش أدرس ففكرة إنه بعد انقطاع تحصل لأنه طبعا موضوع مدرسة الحياة موضوع طويل وأنا أتمنى أتمنى من الله إنه في يوم الأيام هذا يصير منهج يدرس وبتمنى أن الناس تفهم إنه هذا الكورس ما هواش كورس تجاري هذا كورس متعد ولكنه مفيد على كل مش موضوعنا التغيير التافه البسيط سيغير حياتك للأبد تجربة جميلة جدا إن عملت جابوا حجار الدومينو الدومينو هي حجار فجابوا حجر بعدين الحجر اللي بعده كان خمسين بالمية أكبر منه حجما بعدين الحجر اللي بعده أكبر خمسين بالمية لما ضربوا أول حجر اللي هو الحجر الصغير الصغير أصغر واحد وقع الحجر اللي بعده اللي هو أكبر منه نسبيا والحجر اللي بعده وقع اللي أكبر منه نسبيا والحجر اللي بعده وقع أكبر منه نسبيا وهنا هذا الشيء وطبعا هذا موجود في الكتب ومكتوب ودراسات عملت وعملوها وفي فيديو موجود في اليوتيوب اللي حابب يرجع حجار الدومينو وهي بتوقع بعضها الفكرة فكرة أنه تغيير بسيط ينتهي بنتيجة كبيرة جدا فأنا بنصحك نصيحة أختي الكريمة ما رح تغيري جوزك مؤبد أحكي لك ياها من عندي مؤبد وأصلا أكبر مشكلة عملوها في حياتنا اليوم للأسف الشديد هذا التفكير عادل علماني أنه اليوم نجعل المرأة والرجل مش طاقين بعض وفي أي لحظة نرجع للقانون على حساب المشاعر والعواطف التفكير العلماني هو التفكير فصل عن أي شيء مقدس لا يوجد شيء مقدس الموضوع كله ياته عبارة عن مادة ومصالح وهي ما تسمى بالعلاقات التعاقدية بيني وبينك حقد أنت بتكشر مش طايقيتك طلقني إرمي أولاد في الشارع اللي بدي أحكيه فيه تغيير أهم منك تغيري جوزك أو تغيري أولادك فيه تغيير اللي هو تغيري نفسك أنت وهذا الموضوع قد يبدأ بشيء بسيط أقول لك على أدفه شيء شوش أنا عايش يعني على إيش بحكي حاولي تستيقظ نصف ساعة مبكر بس قومي نصف ساعة مبكر اجري نصف صفحة باليوم والله العظيم أنا عم بحكي وانا هذا نصف صفحة باليوم أحكي لك إياها أبلاطة أحكي لك إياها هيك على اختصار هذا المبدأ بيسموه الوان مينت لو وان مينت تقدر تعمل إشيء لمدة دقيقة وحدة ما عملت قبل الآن أي شيء لمدة دقيقة والله إذا ما عندك دقيقة لنفسك أنت حرة يعني إحنا بنحكي مع الناس اللي عندها دقيقة في اليوم ممكن تعطيها لنفسها وإذا قدرت تعمل دقيقتين بس أنا بدي أبسط لك إياها ببساطة بساطة عادي صغيرة تافهة ممكن يتغير تغيير جذري في حياتك صغيرة تافهة أنا الله يرحمها والدتي سألتها مرة قلت لها أنت كيف وصلت لمرحلة صارت تقرأ كل ثلاثة أيام كتاب أمي كانت ثري ديز وون بوك لدرجة أنه نحن صار عنا مشكلة أنه ما عاد فيه كتب ممكن تقرأها صار عنا مشكلة وين ندور لها الله يرحمها وين أدور لها على كتب جديدة سألتها مرة كيف وصلت لها المرحلة قالت لي وهي صغيرة صغيرة يعني إحنا منحكي بتقول لي أيام ما كنت مراهقة يعني أيام مراهقة أنا عمرة 16 سنة بتقول كنت عام بديت أعمل عادي أنه قبل ما أنام عشان أعرف أنام كان عندها أرق فصرت وأنا بدرس بتقول هي وأنا بدرس بنعس فقلت ليش ما أقرأ قبل ما أنام عشان أنام فبدأت بصفحة واحدة تقرأها وتنام بعدين الصفحة صارت عادي وبعدين هي وبتقرأ صارت تتخيل وبعدين مرة قرت فقرت عن التربية فصارت تحلم أنه بكرة حتتجوز وصير عندها أولاد وحتطبق هذه الشغلات على أولادها وابنها حيصير كذا وابنها حيصير كذا موضوع تافه بلش من قراءة صفحة صغيرة صفحة الأنبياء لما نزلوا بالرسل وأنا خليني ماءة فلسفة أنا أحكي عن الدين اللي أنا معتمقل إسلام رسول عليه الصلاة والسلام ما بدأ مباشرة بكل شيء صلي وصوم وزكي وحجون حتى الخمر تم تحريمه على درجات تغيير بسيط تافه وأنا متعمد أحكي كلمة تافه قد يغير حياتك للأبد تغيير صغير تافه قد ينتج ولد ندعي لك نقعد كل الهاتنا ندعي نقول الله يرحم اللي ربته وفي يوم الأيام تكوني واقفة أو موجودة في مكان لا نعلم هو في علم الغيب وتجيكي دعاوي بسبب تغيير سخيف تافه لكنه يجر وراءه تغييرات أخرى موضوع بناء العادات موضوع طويل وفيه كلام كثير وأنا في مدرسة الحياة كثير بحكي في موضوع بناء العادات وفيه شيء بيسموه تراكب العادات وفيه شيء بيسموه decision fatigue شغلات كثير علمية لكن هذا مش مجاله لأنه هذا بده تدريب لكن لن نبخل بمعلومة قد تفيد شخص يأخذها ويبني عليها ابدأ بي وابدأ لأنه تصلح للرجال والنساء لكن احنا كلامنا مع النساء لأنه أترجاكم إنكم تربون نجيل يغير بترجاكم كل المشاكل اللي احنا فيها مش أنتوا سببها بس أنتوا تستطيعوا أن تعالجوها المرأة أكثر قدرة على علاج المجتمع لذلك المرأة مشهورة دائما الممرضة دائما لما نحكي ممرضة بيجي في بالنا امرأة صح ولا لا فلذلك المرأة تستطيع أن تغير كثيرا وكل القادة العظام كان وراءهم نساء كل ياتهم كان فيه وراءهم نساء فلذلك أنا بحكي غيري شيء بسيط قد تتغير حياتك وتتغير حياتنا وندعي لك وولادي يدعو لأولادك إن شاء الله ويقولوا يا سلام ونعمل لربة من وراء تغيير بسيط لا أريد أن أقطع الفيديو بدون أن أعطي الصورة الكاملة ونعطي أمثلة ثانية نحن حكينا عن موضوع القراءة موضوع الصحيان أنه أنا أصحى نص ساعة بدري أنا لا أريد أن أصحى نص ساعة بدري هلأ في واحدة تسمعني أنت عارف ظروفي أنت شاء أنت عارف أنا أصحى من وجه الفجر وأنا قاعد بطعمي فلان وبأكل فلان وياريت حدا عاجبه اصحي نص ساعة بدري عشانك مش عشانهم مش عشانهم اصحي عشانك قومي نص ساعة ما بعرف شو بدك تعملي اقري قرآن صلي اقرأ كتاب العب رياضة نفسي تنفس عميق خططي لأي يومك اكتبي ما بعرف اعملي إشي عشانك حياتك أنت مش موجودة عشان بس الكل أنت موجودة كمان عشانك أنت وين تقعد مع أي وحدة بتقولك أنا والله بطعمي وبخسل وبكوي وبنظف وبحفظ وبطلع وبعزم وبدير بالي على أولادي وبعدين ومضى قطاله لعمر يا وردي بتلاقي واحدة قاعدة عمرها خمسين سنة بس نبين عليها عمرها تسعين سنة وقاعدة محطمة يعني بتحس أن يد الحياة عصرتها عصر ومحملة جميلة للعالم كله أنا تحملت عشانكم وأنا عملت عشانكم وأنا سويت عشانكم وحتى لو ما حملت وحتى لو كانت وكل النساء كل الأمهات ما أجمل الأمهات ما أجمل هالكلمة أم لكن برضو أنت بتزعل وين نصيبك من الدنيا أنا ما بقول لك أتركي مسؤولياتك أنا بدي ياك تستمتعي بمسؤولياتك أنا ما بدي ياك تتعبي وأنت عم تعملي مسؤولية لأنه أنت جردت المسؤولية وعملتها علاقة عاقدية أنت ابني بتعطيني شعور الأم أنا رح أعطيك باقة وبعدين أنا بطلع ولد غير بار بطلع ولد عاق بتصيري أنت تلومي نفسك شفت أنا قدمت وأنا سويت وأنا عملت وبتنسي أنه يعني حتى إذا جاء صورة الكهف وجد غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا يعني العبد الصالح قتل نفس فقلوا بعدين في الشرح أنه كانوا أبواهم مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا وبتعرف أنت إذا أنت مسلم بتعرف أنه سيدنا نوح لآخر لحظة هو بدعي إلى ابنه الفكرة فكرة أنه أنت تعمل اللي عليكي بس عن حب المرأة تموت إذا غاب الحب من حياتها ولذلك إذا لم تعرف كيف تحصل على الحب بالطريقة الصحيحة تبحث عن الحب في أماكن خاطئة وهنا يأتي الناس اللي بتتاجر بالمرأة أكبر تجارة في العالم تجارة عدم الرضا للمرأة مكياج عمليات تجميل عشان التخسيس الأزياء عشان المرأة تضولها طول عمرها غير راضية عن نفسها لازم أنزل وزني شوي الفستان هذا صار قديم الشمطة هاي راحت موضطها الميك أب الفلاني والله بيعملوا عمليات بينفخه وبنفسه وبوتوكس وفيلر ومش عارف إيش وصارت المرأة في معركة دائمة إنها توصل لمرحلة تحب حالها مش قادرة ليش؟ لأنه عملوا الموضوع مادي مادي بينما الموضوع ولا إلو علاقة بالمادة ما إلو علاقة بالمادة بتشوف سيدة وجهها كل تجاعيد بس أجمل من ملكة جمال العالم ليش؟ روحا بينه روح العطاء تشعر أنك ترى نهر تشعر أنك ترى غيمة ممطرة في فصل يحتاج فيه المزارعين للماء مستمر مطرها هذه هي المرأة هاي المرأة اللي بتكون حابة حالها وراضية مش فارقة معها نزلوا موضة جديدة ما نزلوش موضة جديدة استثمارات بتروح بالمليارات بالمليارات على حطة حمراء وحطة مش عارف إيش وعملت كذا وسوت كذا مليارات ولذلك المجتمعات أنا ما بحب أعمم يعني بحبش التعميم لكن نعم نحكي بشكل عام أنه عندما تريد لأنه في شيء بيسموه القيمة عندما لا يكون هناك قيم يصبح كل شيء نسبي يعني أنا أشير القيمة قيمة بر الوالدين بر الوالدين قيمة لأنه مش ضروري يكون أبوي عمل كل اللي بإمكانه عشان أنا أعيش حياة مرفهة ممكن يكون أبوي ما كان سائل فيني بالمرة بكبر أنا بس بيكون عندي قيمة وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا بإياه وبالوالدين إحسانا هذا عم استوديني أو قيمة إنسانية إنه هذا أبوي هاي القيمة لازم نسلخها كيف نسلخها؟ ودي أبوك لدار العجزة وانت هيك ما رميته في الشارع الموضوع تعاقدي انت دفعت علي ياابا أنا رح أدفع عليك رح أودك على دار عجزة أنا ما رميتك في الشارع هنا جردت القيمة أصبح كل شيء نسبي كل شيء في الدنيا نسبي أنا ما بديش يعني هاي فلسفة كبيرة وما بدي أدخل لك نحن نجيب الشيء المفيد هون هذا الموضوع لازم نهتم فيه أيتها المرأة إذا كنت تسمعيني ابدأي بتغيير بسيط هذا التغيير البسيط قد يقود إلى تغيير أمم قد يقود إلى تغيير تاريخ تاريخ كامل ممكن يتغير بتغيير بسيط فأتمنى يكون الكل سمع القصة وانتبه عليها وأدعو لكم أنا عندي مشكلة في مواضيع الأعياد عيد الأم وعيد الأب أنا حقيقة بواجهة مشكلة أنا لست ضد الأعياد لكن بحس أنه يعني ما بحب الجبر في هالموضوع لأنه عيد الأم وعيد الأب وهالأعياد عملت أيضا لنفس المبدأ لأنه ما ضل في قيم إذا غابت القيم أصبح كل شيء تعاقدي بمعنى أنه أنا بتعاقد مع أبوي أنت في عيد الأب أنا ببعث لك هدية وانت يا أمي في عيد الأم رح ننلم بعضنا ومش هلو نعملها مفاجئة أو أنا ضدها الموضوع مش ضدها الموضوع لكن أتمنى أن يكون سارع على مدار السنة آخ لو ترجع أمي لكل يوم عملتها عيد لو ترجع أمي كل يوم كان عملتها عيد لذلك أنا بحكي ما نختصر يقول لك تسمع ناس بيقول لك شوفي ما لك عيد الأم جاي مصاريف هسه وبعدين أمي وحماتي وبدي أجيب لمرتي وبإسم أولادي ما هو أولادي مش تغلوه فأنا اللي بدي أجيب فأصبح الموضوع موضوع تعاقدي فصل القيم عن الإنسان وتحويل الإنسان إلى مادة وكل علاقاتنا في بعض هاي علاقات تعاقدية إذا بتتفعلي هذا لذلك أنا بكون حريص دائما أن أطلع بفيديوهات وناس بتقول لي ليش تطلع بكل هالفيديوهات يا دكتور؟ اختصر وعمل مش عارف إيش عشان إنما الموضوع مش موضوع تعاقدي هاي هم فيديوهات مجانية لأنه هذا شيء ضروري حتى نحافظ على إنسانيتنا هذا هو ما بقي لنا الإنسانية برجع بعيدة برجع بعيدة وأكرر في النهاية مدرسة الحياة إن شاء الله رح نبدأ كورس جديد في بداية شهر سبعة أيضا استراتيجيات التعامل مع الخوف ورفع الثقة في الذات أيضا في واحد سبعة إن شاء الله بالإضافة إلى تدريب المدربين أتمنى أنه يعني ما شاء الله فيه إقبال على الكورس أتمنى أنه نطلع بفريق كامل من المدربين اللي يأخذوا رسالتي ويطوروها ويعملوها أفضل مني وينشروها في كل العالم وبالآخر أنا إني مصلحة إن شاء الله بيجيني الأجر ما بعملهاش لسوادي عيون الناس لا إن شاء الله بيجي أجر والأجر بروح لوالدتي ووالدي وبمناسبة عيد الأب يعني كل عام أنت بخير يا رياض مع العلم كل يوم بحكي لك إياها بس كل عام أنت بخير بتمنى لكم كل التوفيق والنجاح نراكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على فكرة قبل ما أنسى باقي وسيغلق باب التسجيل ومحدش يزعل مننا بعد باب التسجيل ما يغلق صعب أنه نحن نقبل ناس لأنه بتكون الدورة ابتدت السلام عليكم